صناعة الزكريات يا سادة صناعة من أجل الصناعات هي دي الصناعة اللي بتجدد حياة الإنسان وتبنيه وعشان كده هو معنى وقيمة وعمل جليل وجميل بيخلينا نفرح بنعمة ربنا في كل وقت وحين هو دوة أحد التطبيقات الجليلة لقوله تعالى وذكرهم بأيام الله خامس حاجة راعوا حقوق الإخوة من تمام الأدب يعني خلوهم يتعلموا إزاي يكونوا على تمام الأدب مع بعض وإحنا بنفرح بنعمة ربنا علينا وإحنا بنشكره على نعمته إن احنا نراعي حقوق إخواتنا حق إجار المريض أو لو كان عنده مشكلة فأرعيه نراعي حقوق إخواتنا في فلسطين في استمرار الدعم والدعاء ليهم إن ربنا يفرج عنهم وينتقم من الصهاينة أعداءهم وأعداءنا نعمل بيها إيه من الإجراءات نفرح بيها أولادنا بنعمة السنة الجديدة أول حاجة سيدي أمال دا كان إيه دا كان منهجنا في الفرح بالبدايات ممكن بيها في الإجراءات اللي احنا نعملها ممكن كل فرد من أفراد الأسرة يشارك الأسرة هدف أو نية أو رغبة من رغباته في السنة الجديدة يشاركوا أنت نيتك إيه السنة الجديدة والله أنا نيتي إن أنا أبطل إن أنا أكون حساس والله أنا نيتي في السنة الجديدة إن أنا أتعلم إن أنا أكتب كتابة باللغة العربية كويسة والله أنا نيتي إن أنا أراضيكم شوي والله أنا نيتي إن أنا أقعد معاكم وأفرح بجلوسي معاكم نشارك بعض نعمل مجلس كده مع بعض ونشارك بعض النيات الجديدة دي سنة من أفضل السنن حضرت النبي كان يعمل كده يسأل الصحابة عن أعمالهم وكمان أنتوا كمان لازم تعودوا بعض وتكونوا عاونا لبعض على الطاعة وتعاونوا على البر والتقو فتبقى جلسة تعاون على البر والتقو الحاجة اللي جرأت تاني ويبقى جرأ في غاية اللطف نعمل عمل يدخل السعادة على قلب حد إيه اللي حاصل أنا عارف إنه كان محتاج إنه ألم سنه تخين فجيب له الألم واجيبه له كده مفاجأ يا سلام يفرح بيه قوي قوي ويرتبط إن ده حصل في أول السنة وتبقى مفاجأة لطيفة وفرحه تالت حاجة نخصص وقت للامتنان كل واحد فينا يمتنى لكل فرد من أفراد الأسرة الأخ يمتنى لأخوه يقول له والله أنت مش عارف فيه ناس كتير من غير إخوات أنت وجودك في حياتي ما خليني حاسس بإذنان ليه سند وليه ظهر أنا أحبك قوي ونفس الكلام تعمله الأخت مع أختها ونفس الكلام يعمله الأب مع ابنه ونفس الكلام يعمله الأب مع والدته الأسرة كلها يمتنوا ويا سلامنا وكمان يمتنوا لأحبابهم كمان من العائلة وكمان من الأصدقاء رابع حاجة نعمل مجلس للصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان السنة تتنور وتبقى مليانة بالبركة فكريل لما كان سيدنا الإمام علي بيدعي في أول الدعاء ويدعي في آخر الدعاء ويصلى على حضرة النبي في أول الدعاء ويصلى على حضرة النبي في آخر الدعاء فلما سألوه ألا الله سبحانه وتعالى مش ممكن يقبل أول الدعاء وآخر الدعاء ثم ما يقبلش ما بينهما وعشان كده نعمل كده وخامس حاجة ندعي الله سبحانه وتعالى يجعل السنة الجديدة مليانة بالبركة والنور وممكن نقول الدعاء ده فاللهم اجعل عامنا الجديد أنور الأعوام في حياتنا وأن يكون باب سعادة لا يغلق وأن تفتح لنا أبواب الأرزاق التي كتب عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأن تقسم لنا من راحة البال وشرح الصدر ما تذوق به قلوبنا جمال هدوء الحال وأن تغرق قلوبنا في حلوة الأنس بك والسكينة والطمأنينة في حضرتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين